الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدين في دين الله الإسلام منذ عهد سيدنا آدم وجميع الأنبياء هو دين واحد إن الدين عند الله الإسلام وأول حاجة في الإسلام هي العروة الوثقة هي من زاوية لا إله إلا الله محمد رسول الله كل نبي آمن بمحمد كل نبي كل نبي لا بد يؤمن بمحمد لأنه هو رسول الإسلام هو خليفة الله الأوحد في خلفاء أن يجعله أن يجعله كخليفة سيدنا داود وسليمان وموسى كل هذا الخلافة يعني يرشدون للهداية هي هذه الخلافة ليس الملك الدنيوي فقط لأنه أكبر شيء الهداية لذلك نحن نطلبها في الصلاة مهتدين ونطلب منها بالزيادة هداية 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 إهدنا 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 نطلبها باستمرار الصيام لتكبر الله على ما هداكم هي هذه النعمة الكبرى ليس المال ليس الرصيد ليس الملك لا لتكبر الله أنت في الداخل ما تقول أيها الهداية كبر شيء لا أنت في الداخل تعرف عندك نعمة كبرى هي الهداية أريد السيارة أريد شيء أريد كذا أريد هذه الأشياء أريدها ولكنها لا تساوي شيء أمام الجوهر العظمى أني عندي الهداية وحفظها لها لا أجعل السيارة تؤثر فيها لا أجعل طلبي للزوجة طلبي للوظيفة طلبي للزوج طلبي أي شيء لا تجعل هذا الطلب يؤثر إذن أنت ما عندك أولوية قصوى الهداية لا عندك أولوية حاجتك عندك أولوية هذه الحياة الدنيوية هي رقب واحد أنا أريد فيها تعم أريد أفتخر على الناس أريد أظهر إذن ما الفرق بينك وبين المؤمن المؤمن يؤمن بالغيب الغيب غيب فيه آية تقول آمي بالمشاهدة لا لماذا تعظمها أعطيها من العظمى ومن الحب زوجتك فيها أولادك سيارتك بيتك عن كل وطنك أعطيه من الحب يعني عن قدره زائل أعطيه حب زائل يعني مثلا إيش مثلا هذه النظارة أحب زوجتي ووالدي والنظارة لكن هذه أعطيها حب يعني أنه ممكن تنكسر ممكن تضيع أحزن شوي لكن حب زائل بالنسبة للابن لا أقارنه معها لا ابني ابني زوجتي زوجتي ولدي أبي أمي خالي عمي وظيفتي رقم واحد هذا هذا رقم عشرة يعني مثلا أعطي إذا كنت مؤمن أعطي الأولويات لا تقول أنا هارك إذا ما في النظارة في عندك زوجة وولد وعندك الهداية التي فيها النعيم المقيم لتكبر الله على ما هداكم في الحج أيضا قال هدفه لتكبر الله على ما هداكم هدف الصوم ثلاثين يوم لتكبر الله على علشان تعرف النعمة العظمى اللي عندك أولوياتك أولوياتك فين لذلك يا حبابنا في الله هالدين يعني صار التركيز على شيء ها ضيء يا عشية كبراء ما هو الشيء؟ الشكل 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 الدين الشكل سواء في الشعر في اللبس في الحركة هذا التركيز ما كان في عهد النبوة نسخة من أناس قدسناهم وهذه النسخة تتكرر حتى لو جئت بفهم لآية مخالف لتلك النسخة الزمنية من أين جئت بهذا الكلام؟ هو ربنا أمرني وأمرك وأمر الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وأمر الحافظ الشيخ حجة الإسلام واللي نعطيه من الألقاب نفس الأمر للجميع أفلا يتدبرون القرآن؟ أمر المشرك كمان أفلا يتدبرون يعني اتصل بالقرآن ويفتح ويتدبر من خالقك لك بسيطة؟ أيها بسيطة لكنها صارت ليست بسيطة صارت سر مطلسم لا يعرفه إلا قومه معينين فالمهم نحن حديثنا من 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 الدين من الدين دين شيء هكذا ها؟ في هناك رسالة وفي نبوة ما أنا بغير أتطرق إلا لهذه الاثنين في رسالة وفي نبوة الرسالة الليلة قم النهار يقرأ باسم ربك الذي خلق بدأت الرسالة في وقت وانتهت وانتهت في وقت اليوم أكملت لكم دينكم هذا هو هذا اسم الرسالة القرآن كله هو رسالة لكنه أيضا متضمن كل شيء لأنه ليس زمني بالرسالة لا القرآن ليس زمني القرآن مستقل القرآن حر حي نور ووصفه الله صفات قال الحاكم يهدي يهدي التي هي أقوى والمجيد روحا من أمرنا فيه الاثنين وهو موجود مع المخلوقات للأبد يعني في الجنة موجود كتاب الله يقرأ الله ويقرأ الرسل ما الذي فيه يعني تأتي عليك آية آية تحرم الزنا هناك أيوة لكن تفهم شيء آخر لذلك المكان معاني أخرى أيضا في الدنيا أنت مسلم جديد لك معاني في المستوى المستوى اللي هو الآن أريد أن أخذ الكلام بالعمق كثير لكن الذي هو مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان مرتبة المسلم الذي ما دخل في الإيمان له أحكامه نفس الآيات لها معاني عنده وغالبها في الأفعال اللي أعلى شوية يفهم شيء آخر ويدخل في علوم ويدخل في أنوار مستوى هذا ما يفهمها فلذلك فيه نبوة وفيه رسالة الرسالة غير محدودة الرسالة مثلا تقول مثلا واحد ذكي ذكي وغبي صفة لازمة له من يوم ولد هو غبي ومن يوم ولد هذا ذكي صفة يعني وضعه يختلف عن وضع هذا النبي يختلف عن الإنسان تقول النبي بشر بشر المالك بشر إنما أنا بشر مثلكم أنا مالك لكن أنا بشر مثلكم صح عينين ويأكل ويشرب ويتزوج ورجلين ومثلنا لكن عنده إمكانيات مختلفة عن واحد عادي يسير جيوش عنده المالية عنده حاكم منطقة قد تكون كبيرة جدا هب لي ملكا لا ينبغي لي أحد بعد هو بشر سيدنا سليمان بشر مثلك مثله إنما أنا بشر مثلكم صح لكنه أمره ماشي على الرياح أمره ماشي على الطيور حشير سليمان جنوده من الإنس والجن والطير بشر مثلك لكن عنده الجن مصفدين وتحت أمره غوى أصوص ويطير يطير أي جن محكوم ببشر مثلنا كذلك الرسول هو بشر مثلك يأكل يشرب يمشي في الأسواق يتزوج يتألم ولكن لأنه نبي الله قال إن الله اصطفى آدم ونوحا ماذا بهم عندهم العينين والرجلين ويلبسون الثياب ويأكلون ويشربون ويتزوجون إذن هو مثلكم وليس مثلكم إنت تفهم مثلكم خلاص وحكم على البكتش كامل لا واحد مجنون ويرى مثلا في مجلس جلس فيه ناس وزراء وملوك والذي يصب القهوة لهم المجنون ذا أو الطفل ينظر لهم كلهم سواسية بشر مثل بعض لكن العاقل يعرف هو بشر صح لكن المجنون وهو في فرق الطفل وهو فرق الوزير وهو فرق فلما يقول لك إنما أنا بشر مثلكم يعني فيه واحد في العالم فيه واحد في العالم يقول أنا إنسان مثلك يا أخي إيش فيه أنا بشر مثلك فيه واحد يقول هذا الكلام معروف إنه بشر لكن ما قيلت أنا إنسان مثلك إلا هو رأى فيه شيئا آخر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي في عندي اتصالات إذن هو ليس مثلك في كل شيء لا كما جاء مرة أعرابي وقال له رسول الله هذا رسول الله فهم الكلام أكثر من المسلمين في العصر هذا رسول يعني مرسل من من؟ من الملك إذن أنا أنتبه له خطير من الله رب واحد أمامي مرسل من الله الرعب جاء هو يرتعد هو جاء للرسول ولكنه يرتعد فقال هون عليك رسول الله يكلمه هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد امرأة ضعيفة يعني أنا أنا ابن تلك المرأة اهدأ هل نقول للناس هو ابن امرأة تأكل القديد وننشر هذا الكلام نلتقط هذه بس إنما أنا بشر خلاص هو بشر مثلك مثل أحط الرسالة راح انتهى ما لك علاقة فيه إذا كان وضع الرسالة وذهب لماذا الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خلينا رحمة للإنس والجن بس هذه ما يفهم إلا أهلها بس هذه صعبة رحمة للإنس رحمة مفروض مات كيف يرحمة للإنس كيف تكون شغل هذا تفهم لكن تفتح كتب في منطقة زمنية ليس فيها نبي ولا رسول هكذا بشر حطوا كتب ومختلفين هذا ما عنده مجموعة هذا عنده مجموعة وأخذ من العالم الإسلامي جزء وهذا أخذ من العالم الإسلامي جزء وهذا أخذ ويتناحرون فيما بينهم هذا هو اللي ضيانا لا هذا الكلام لك لما قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما يخاطب الرسول ما يخاطبك أنت هذا رحمة للعالمين هناك شيء آخر غير أن يكون هذا فيه اتصال فيه اتصال يعني فيه قدرة مختلفة الوزير مثلك مثله وزير وزير الصناعة وزير الزراعة وزير المالية وزير الدفاع والطيران بشر لكن لأن وزير لفلان أعطاه صلاحيات وعطاه قدرات لأجل يؤدي المهمة وإلا حاكم ما هو كويس مدام عاقل يفهم هذا هذا يفهم في هذا المكان خل صلاحيات إبليس قال أعطيني الوقت أغويهم قال له خل صلاحيات موجودة واحد اسمه إبليس يجري فيه ابن آدم الحي الآن الموجود ثمانية مليار كيف مو شغل اسأل الذي أعطاه صلاحيات ومكنه أنه يجري فيه ابن آدم مجرد فكيف لا يجعل مقابل للشر خير اعلموا أن فيكم رسول الله لما تحس حاجة مو كويسة سوية ظلمت هذا الحيوان الإنسان هو هو رسوله فيك لما تحس واحد في جواره صوت آخر يقول لا يهمك يعرف أنه فيك إبليس فالنبوة النبوة لا هذه إن الله اصطفى لماذا اصطفاهم فيهم صفات مميزة أنت أنت ما تعرف من الصفات إلا إذا كان عنده فلوس كثير أيها غريب إذا عنده سيارات كثير إذا عنده حكم إذا عنده إذا عنده إذا عنده أشياء تقول أيها ما في أشياء ما حلش في الشيء ماذا رسالة اسم القرآن خلاص هذا موجود غير كذا لا حاجة فإذا نجي للنبوة النبوة هي الصفات الباطنية التي في النبي لم تأتي بالاكتساب لا هي هو كذا مميز مثلا أنت لا سمح يعني خلنا واحد ثاني أحدهم موجود إنسان وموجود قرد يمشي على الرجلين ويعني مثلهم إنما أنا يعني مثلكم لكن مستوى الذي وصل إليه هذا القرد من الذكاء من التشبه بالإنسان من 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 إلى ما وصل نسبة يعني تذكر واحد في المية مما عند الإنسان أذكى منه وأفهم وأعرف بنى صواريخ وما لا دخل بالإيمان والإلحاد ذكاؤه وصلوا إلى أن يظن الصواريخ يصنع أي شيء صنع القرد هل يستطيع يعبر البحر إلى منطقة أخرى ما يفهم هذا الشيء هو صنع السفن وعبر بالمئات بحري وجوي كمان إذن فرق كذلك فرق بين النبي والإنسان العادي هناك فرق هناك ميزة هناك وضوح لا دخل له بالسن ولا بالاكتساب الدليل كثير لنأخذ واحد أو كمان واحد سيدنا عيسى تكلم في المهد تكلم عن الناس طفل يرى فمه صغير وجهه صغير الحاجة يتكلم خطمة هذا نبي سيدنا يحيى تكلم ليس من أولي العازمة نبي سيدنا يوسف وهو صغير تكلم قال أنا أشوف رؤية 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 ما عندهم رؤية مثلنا ما في نفس تدخل مثل ما تدخل عندنا عندهم وضوح كامل أي شيء يلقى في الداخل 100% صح 100% علاقة ربانية الشيطان ما يدخل النفس الأمارة غير موجودة ولا لوامة ولا مطمئنة أحد نفوس كاملة تجاوزت هذه الأشياء كلها أرى أحد عشر كوكبا والشمس القمر ليس أجد قال لا تقصص إياك عرف السر كلهم نبيين كلهم أنبياء مشاعر مختلفة ربي السجن أحب إلي مما يدعون إلي قصص يذكرها الله لماذا لنعرف هؤلاء الرجال من هم يكيدون به وآخر ويرمونه في النار وتكون بردا وسلاما ويمشي والله يذكر القصة لماذا حتى يعجزك حتى يشوف اللي أنا بجوارهم ماذا حصل ثم يأتيك واحد آخر يشوف حلم رؤية إني أرى في المنام أني أذبحك يأتي لولده من منطقة بعيد ولا يهتم فيه كما نظن نحن اهتمام لازم التصق الإبن أنا مع الأب في تربية ما في ما في تربية لا رب العالمين الله فيأتي من بلاد بعيدة ويقام الولده فلما بلغ معه السعي قال يا ابني أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ماذا تقول يعني كيف يروي هذه القصة للطفل شفت رؤية لا لا هذا كابوس ليش في النفس في أشياء ورؤية غير واضحة يمكن إبليس رماها يمكن ممكن لكن هنا ما في شيء اسمه إبليس رأيت أني أذبحك خلاص لازم ذبح هذا أمر رؤياهم كفلق الصباح ما يوجد هبوط نزول هما في مستوى علوي علوي نبوي كما الفرق بينك وبين القرد كذلك هم فرق بيننا بين الإنسان غير النبي والنبي هذول المميزين انقطعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد فيه في درجات الإيمان والإحسان تفضل والصديقية لا بس فيقول الغلام شوف مو لازم يوصل أربعين هو من يوم ولد كذا عنده صفات خاصة أميز لا يوجد الآن لا يوجد يوهموننا بأسماء لا أريد أذكر الفلانيين الفلانيين ما فيه عندك إيمان عمل صالح ما فيه إيمان عمل صالح في ناس يقول الفلانيين اللي يعني مر عندهم أشياء خيالية بدون الإيمان شيء عجيب ماذا يحصل يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ما قال افعل ما تحلم فيه افعل ما تؤمر هذا أمر هو فاهم الصغير هذا أنه يجي في بالك سوي سوي يجي في خاطرك خواطر صافية ما في نفس إبليس ونجد ويؤلف ويؤلف الكتب هذا هو يفهم لكن منطلق مستوى عالي يفهم الأعلى يفهم الأقل وقال وقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم كلهم الاثنين وتله للجبين للذبح ومسلمين أنا أذبح ولدي ولدي قال ولدي قال تفضل ليش لنه فهم دمار لي لأني أنا جسد فني انتهيت لا فهم من انتقال هذا جسد يذهب يذهب ولكن أنا أبدي خالد أبدي خالد هذا هو أنت وأنا وهو والرسول إذا نظرت لنفسك كما يرىك الله أنت خلاص في مجال آخر مستوى آخر حساباتك أخرى كرامات كما يسمونها أو معجزات هي آيات تكون متوفرة في حياتك متوفرة في حياة المؤمن يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له من أمر كل موجود لكن أخرج من البعد الأرض انتقل إلى بعد آخر ليس أرضي ولا علاقة له بقوانين الأرض تجد إنسان يقول لك أنا مؤمن وهو السحر وهذا دمرني العين حق قال الرسول أنا أريد أن نعرف الإيمان الإيمان في الكتب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ليش هنا في تؤمن بالقدر كان أن تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن برسله ما فيه أن تؤمن بالله وملائكة الكتب والرسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله القدر هنا أفعال الله خيرها وشرها اللي أنت شايفها خير وشر هي أفعال الله أن تؤمن بالقدر خير وشره إيش؟ من الله شره من الله؟ أي شره من الله أنت شايف شره لكنه هو مو شر بس علشان انت تفهم تؤمن بالقدر من الله ما تفهمها بالقدر خير اللي انت شايفه خير واللي انت شايفه شر انت شايفه لكن هو ليس كذلك تؤمن من الله مدام من الله إذن كيف سمي شر هنا النقطة هنا الشرارة الإيمانية إذا انت مؤمن أن هذا من الله إذن نسى شر ضربنا مثال أنا في الغرفة الوحدي في الغرفة هذه لا يوجد أحد أنت كذلك في الغرفة خذ المثال على نفسك والنور وانا وجلس في الغرفة والباب مفتوح يعني لكن لا يوجد أحد انطفأ البيت كل ظلام دامس ونكون في الليل هذا الكلام في الليل ثم انت محتار الآن كان وجهك هكذا والباب كان هنا والآن ما تدري هو الباب أين الباب أين الباب أين الباب ثم أحد ما خبرك برب في كتفك هكذا وتكلم فزعت وانت ولع النور ولع النور وإذا بها أمك أنت فزعت تقول أنت فزعت آه ماما طيب سامحيني ما شاء الله ما شفتك خبطة أفزعتك لكنك تحبها بعد ما عرفت أنها أمك ما أصابك من شر إذا عرفت أنه من الله تلاشى الغضب وتلاشى الحزن وتلاشى الانكسار بسبب المصيبة من الله آمن بها إنها من الله بس آمنت إنها من الله من هو الله بالنسبة لك مرحب مخيف إذن الجيران عدوي ادخل في بيتي وأراد أن وإذا إنه حبيبك آه إذن أنت تذكرني بشيء كمثل أحد الفنانين هذه مذكورة في النت أحدهم ذكر القصة قال هو يعني في الله مشهور في الله باستمرار والمسارح والأشيادية لكنه في له متعمق يعني فمرة فكل مرة تحدث له مصيبة لكن عنده يذكر الله الذين إذا فعلوا فاحشتا وظلموا فسب ذكروا الله والناس ممكن تسبه بعض الشيوخ كالعادة الظاهر لا تدري بين وبين الله في سر فالمهم هذا الإنسان من الذين إذا فعلوا فاحشتا وظلموا ذكروا الله فاستغفروا بدروبه وعارف هو أنه من يغفر ذنوبه إلا الله هو الوحيد اللي يغفر قد ما تفعل فخليت الباب معه مفتوح لأني عارف أنه من يغفر الذنوبه إلا الله غيره ويغفر لك عشرة وبعدين روح أنت منت صديقي ولا عارفك فيقول بعد الحادث ولا شيء ولا مشكلة أي شيء يشوفها عكنا لتعلي يقول يا رب لك الحامد أنت فكرني تفتكرني إيش معنا تفتكرني عنده عنده يعني أنت تجيب لي هذه الأشياء حتى تنبهني ويصلي الوركعتين ويتوب ويتوب ويرجع مرة ثانية الفن هذا اللي هو فيه المجال اللي هو فيه يشفطوا يسحبوا أكثر للغفلة وال منجراف كذا مرة وهو يقول يا رب تفتكرني ومتوبنا يلا بعدين يرجع جاء مرة من المرات سيارة فارهة وجواره واحدة يعني مرة ومرة هو وبينهم كأس في السيارة يشرب قارورة وقارورة عندها ودايخين والظاهر أنه انحرف بالسيارة فصدمته سيارة أخرى وانقلبت عدة مرات إذا السيارة تعبانة ويده منكسرة والبنت بجواره مفزوعة وتلتصق بها دفعها اذهب روح تعدي عني يا رب لك الحمد افتكرتني يعني تنبيه قوي جدا لكن في أثناء المصيبة فعلها هذا عبادة حالها ومشى يده مكسورة وهو يمشي متجه للمستشفى الناس مفزوعين والواقف الشارع والبنت هذه تجري خلفه ويبعدها ويقول له سيارتك انتظر يأتي التحقيق قال أنا ذاهب لا خذوا السيارة خذوا كل شيء ومن وقتها صلح حاله موجود الناس نبيهين نبيهين لإيمانهم نبيهين لربهم واثقين في ربهم محسنين الظن رغم الظروف هذا تؤمن بالقدر خير وشره 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 من الله فما يسمي شره ما يسمي شر أبدا لا يأتي من الله إلا الخير هو علشان يتميز أنت خيره مني شره مني إذن كيف منك أنت أرحم الراحمين هنا مؤمن واحد ثاني يقول تتهد البيوت ونعدم وصر لي خسارة وصر لي كل ما أدعو والله هذا ما يصير تيسير وتيسير للناس البعيدين من ربك أنت من ربك تحبه ما موجود هذا في البال مرة رب خدام ليش ما يفعل لهذه الأشياء إذن أنت بتاية عن ربك تدعو لواحد آخر تريد خدمات لو الله أجاب الله يقول أدعوني أستجب لكم لأي واحد لا يوجد على ظهر الأرض إلا مسلم ليش خدمات بدل ما أتعب يرزقهم من حيث لا يحتسب ارزقني ارزق تفضل أريد سيارة تفضل أريد بيت تفضل هل يوجد على ظهر الأرض كافر لا أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قل آمنا في الشر وفي الخير اثنين ابتلاع اثنين ابتلاع اثنين خير وشر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه شوف ربه المتولي شؤونك يعني إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قدره ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنني كلا لا هذا ولا هذا وكلاهما ابتلا لكن الناس بينهم ابتلا بالسلبي الإيجابي مو ابتلا زيدنا بلاء ونفعل ما نشاء لا هذا ابتلاك عشان يشوف يش تسوي بالمال الذي أعطاك الصحة التي أعطاك ابتلا ماذا تفعل بها تهين هذا وتغضب هذا هو مثل ومثل الشيء سلبي أنت رسبت في الابتلاء الإيجابي ورسبت في الابتلاء السلبي تريد النجاة من الابتلاء السلبي والابتلاء هذا مو ابتلاء هذا نعم يبلوكم بالشر والخير فتنة كله فنحن الآن نتكلم عن الجانب عن الجانبين جانب رسالة ظاهرية صلي زكي صوم أعمل هذا له علماء علماء الظاهر علماء الأعمال علماء العبادات علماء الأوامر علماء أوامر الله أوامر نواهي هم عندهم علم غزير فيها ويفصلوا الله كنت فصل وفيه علماء وخبراء بالله الرحمن فاشأل به خبير بالله خبير هذا غير هذا خبير بالله خبير بأوامر الله اثنين خبير بالله يعني والله ذكر في القرآن هم كلهم يتلون هذه الآية لهم لا إنما يخشى الله من عباده العلماء اوه ايش معناها مشاع انه العلماء خلاص هم يخشون الله فانت رح لهم اي علماء علماء الظاهر خلاص ليست لهم وإلا معناته اللي مو علماء مساكين عوام المسلمين إنما يخشى الله من عباده العلماء إذن انتم ما تخشون الله ولا لكم قيمة عند الله حتى تكونوا علماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عندهم علم بالله هم يخشون الله علم بالله يخشى الله فالأمي ما يقرأ ويكتب عنده إيمان عالي بالله ومنقطع عن غير الله لا يضر لا ينفع لا يؤطي ولا يمنع ولا شيء هذا يخشى الله يقرأ القرآن يجي البكاء يقرأ القرآن يعني ما معنى يخشى الله يعني لا يخشى غيره هي عنده ما يخشى أحدا إلا الله هذا معنى يخشى الله فقط وحده إذا كان العالم ذاك بأوامر الله يخشى الله فهو عالم بالله وعالم بأوامر الله نعمة نور على نور فلذلك عندنا ظاهر حتى لا نتوه لذلك نحن نقول للناس في الكورس الذين ما يشون في الكورس وتنوروا وخلاص ما شئ وفهموا وربنا أرشدهم لكن في ناس يمشون في الكورس مرة مرتين ثلاثة أشهر ها؟ ولما أسئله نسأل لماذا؟ أنا أريد أن تكون في خير لازم أسألك نسأل في التطبيقات ماذا تفعل في حياتك 24 ساعة من عبادات غير الفرائض ماذا تفعل؟ نجد أنه غايص بسبب أنه جاته أنوار أنه كفر بالضغوط إيمان بالله يغوص أكثر في العبادات ويغوص أكثر في ونشوة تجيه أنه يختلط بأهل الدين في المسجد في الشارع في أي مكان إذا مرأة تلتزم عن نساء المتعبدات ولا عندهم ذكر وتلاوة قرآن وتعتزل الناس الآخرين ممكن في بيتها أو في بيته ابنه بنته ولا أي أحد ما يحب يتكلم معه ولا يجلس معه وهذا الأشرار وأنا خيار هنا العبادة كثرتها مدام تشتغل تأخذ يعني شغل العامل العمال يشتغل غاب ما فيه راتب ما فيه مال ذكا اليوم جاء اليوم الثاني أخذ يأخذ مدام تعمل تأخذ هكذا العبادات إذا انشغلت قلبيا وإنت تعمل ما تستفيد ما تجي أنوار انشغلت قلبيا بماذا؟ بمشكلة مات الزوج الذي كان يأتي بالطعام والشراب الآن مرة صلاة صير بس شكل يجلس مع الناس الآن أبغى آكل أبغى تفعي جار أبغى كذا ما فيه هنا ما يجعل له مخرجة ما فيه يجعل له مخرجة غير موجودة عنده لأن هذه مرتبطة بيتق الله مرتبطة ما هو الإيمان بالله التعظيم لله عدم التعظيم لغيره ولا الاهتمام وكل شيء بد الله هنا فيه اهتمام بالعبادة وفيه اهتمام أنه فيه عندي مصدر رزق مصدر كذا مصدر كذا كويس منعزل قلبيا ومرتاح ومبسوط وأنوار العبادات المؤقتة والمرتبطة بوجودها لذلك نقول توقف عن هذا توقف ليش حتى ما يجيك أنوار عبادات بعدين تأتيك مؤقت توقف مؤقت وليس للأبد المؤقتة هذا تبني علاقة مع ربك حب تعظيم تبني علاقة مع المخلوقات حقيقية لا حب ولا تعظيم ومنهم زوجك سوجتك ابنك مصدر الدخل مهما كان عالي وواطي أنت في أمان لهذا المصدر أنه مريحك أنه فيه إيجار بيت فيه كذا بكذا مرس بصوت توقف فجأة القلب كان متعلق به هذا الإنسان ولا هذا الشركة ولا هذا الميدان الآن ينشغل يريد يبحث طريق آخر ذهبت العبادات نحن نريد يربو فيك التعلق فقط بالله واحد أحد رزقك عنده طعامك عنده كل شيء عنده إيجار بيتك عنده رزقكم في السماء وما توعدون جميع الوعد من الله هو في السماء ليس في الأرض ولا في الأسباب شيء فعندنا أنت تأخذ من النبي الرسالة اللي هو الظاهر والشكل وتأخذ من النبي نبوته يقينه إيمانه توكله هذا باطن يأتي كيف بالحب له وحده إذا حب عالي لا يؤمن وحدكم إيمان لا يأتيك إلا بالحب العالي للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجتك ولدك وأهلك والناس جمعين ليش هنا سر ميكانيكا الحب أنت بيّن الرسال وكذلك نشاهد في الحياة في الواقع أنا أحب اللاعب فلان في بلد أخرى لم أذهب إليها قط تأتي صورته أمامي وتأتي حركاته أمامي أو فلان في مجال آخر اقتصاد فن سياس أي شيء فلان أو فلان أو رئيس أو الحب هذا له يأتي بثقافته ماذا يدرس وإن ذهب أين ما شاء أنا اللاعب هذا ماذا يفعل ما لون فنيلته ما رقم فنيلته كم درس ما اسم زوجته ماذا يأكل ماذا يشرب كله جاء عندي أيضا أيضا جاء باطل من هناك مع هذا لو إنسان ذاهب إلى المسجد جاي ويتعبد أنواره من هناك إيمان لا يوجد يوجد ضعيف ضعيف جدا حق العبادات ضعيف ليش الله قال للنبي قال لك علشان تفهم وإنك إنك لعلى خلق عظيم فإذا الحب جاهن أقوى من أي أحد آخر أتتك الأخلاق العظيمة الحب يجلب ما في المحبوب تحب زوجتك وأبوك وابنك وأخوك وعشيرتك وأموالك وتجارتك ومساكنك أكثر من الله الله قال قل إن كان آباءكم وأبناءكم أخوانكم وزواجكم وعشيرتكم وأموالك ترفتموها وتجارة تخشونك سادة ومساكن تنظونها حب إليكم من الله ورسوله وجهات يعني جهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتيك الموت تربص ملتزم تربص حبك فين من هناك تأتيك الأخلاق والمعاملات والحياة الطيبة والإيمان إيمان محجوز إلا من الرسول آخر ولو متدين يأتيك علمه يأتيك معلومات تجي عندك من طرف هؤلاء الناس تمام وماذا يأتي يأتي طباعهم وأخلاقهم الغلظة والجفا وأي شيء عنده يجيك بكيش كامل أنت تبغى شيء لا الذي يعني يحب الإبل ويرعاها أو الغنم ويرعاها لأجل الحليب والمال يبيع منها ما شاء ولأجل أن يذبح ويأكل لحم هذا يريد هذا يأتيه الغلظة والجفاء راعي وراء الغنم تأتيه السكينة والرفق غنم تعطيك رسول يعطيك بشر يعطيك من الأعلى إذا الأعلى حب الله ورسوله وأنت تحب الغنم ولا الإبل لكن الأعلى هو رسول الله يكون ماذا في حماية لا تأتيك منها الغلظة والجفاء ولا يأتيك من ذاك اللاعب صفاته لأن الأعلى هو رسول الله ولا يأتيك من الزوج صفاتها ولا من الزوج صفاته ولا من آبائكم وأبنائكم واخواركم هذا كل أنت في حصان منه لأن رسول الله رقم واحد تحبهم ولكن رسول الله رقم واحد يتأتيك الأخلاق المعاملات المعاشرة الإيمانيات الإيمانات الضعيفة في الأمة لأن الحب للرسول ليس هو العالي لا الحب للأشياء فجاءت الأشياء فلذلك ماذا يقولون يعني يواحد يقول مثلا خليني أشوف هنا كتبنا يعني أشياء هوا أنت إذا كنت في الإيمان خلاص خرجت من البعد الأرضي إلى البعد الرباني لك مستوى آخر المستوى هذا ليس فيه الخوف ولا الحزن لا خوف عليهم ولا يحزنون ويوجد فيه فيه رازقين وربنا قال فيه الحق بالقدر خير خير وشر من الله ستة هل فيها تؤمن بالجن تؤمن بالعين نحن 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 عكسنا العين حق يعني هي تصيب الله حق السحر حق يفعل لكن كما ذكر الله سورة البقرة الذي يقرأها الذين عندهم سحر مس مكتوب فيه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله فإذن أنت آمن بالله وكفر بالسحر أكفر بالعين هي حق لكن تحت الآمر أنت سبب لمجي الحق اللي هو الجن والعين أنت سبب تقول هي كبيرة الله ثقافة عندك لكن لو كان الله هو الأقرب إليك من الحب الرريد وهو المتحكم في هذا كله كن مع المتحكم هذا فرق الإيمان مستوى لا يخاف من شيء لا يخاف من غير الله هم الله جعلهم ضارين جعلهم نافعين لأجل أن يختبرك تتوجه إليهم أو إليه هذه الأسباب الرزق يأتي عن طريقها لكن لا شيء الله هي حق هي حق صغير والله هو الحق الأكبر سبح نزه عظم ربك الأعلى هذا الذي أنت محتق فيه ومباشر معك ليس الرزق شركة ليست الرزق ليس ثقافة قلبيا يعني إذا قطعت الشركة لا تنهلع لا لا يرزقني من حيث لا أحتسب فإذا هذا ليس رزق ليس شافي كل متحكم في الله هم تحت الله فلذلك أنت ما تتوجه لهم تذهب إلى الرزق وفلان يرزقك فلان يشفيك بالله سيدنا عيسى يشفي بالله يحيي بالله في اللي يؤمن بالله ويأتيه ويأخذ حاجته ويمشي ها أي سبب كان فهذا الفرق المؤمن وغير المؤمن قلبي ما في براني كلهم سوا يفعلون الأشياء يعني مثلا 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 علشان بالأمثلة ممكن يتضح الشيء اللي هو متضح الملك يسجن ويرفع الواحد يعطيه مثلا الراتب الفلاني رزق والذين عنده دائما أعلى مستشفيات يذهبون ويهتم فيهم هذا وزير مهتم فيه وفي أسرته يضعون سيارة مع سائق لتوصيل للمدارس وسائق آخر لحاجاتهم في البيت حتى يتفرخ الوزير لشغل آخر وكل شوي يقفل الوزارة روح مثل المنظف العادي لا هذا له ميزات آخر الميزات التي تأتي مثلا اسجنوا فلان يأتي السجان الشرطة تأخذ من البيت وتذهب به هل الشرطة هي فعلت أيها فعلت مستقلة لا بالأمر إذن هذا الذي مأخوذ يعرف أنه فيه أمر فوق ما ينظر لهؤلاء وفيه واحد ثاني يقول أنتم أشرار أنا ما فعلت أنا أنا والله وإذا دخل السجن بعد ذلك أو مثلا ضربوه أو خالفوه هو يشسب ويشتمن المرور اللي هو يعني منظم الحركة في الشوارع حركة السيارات يتكلم عنهم هم أشرار وضعوا هذا النظام هم لا شيء فوق واحد هو الذي يقولون نريد نضع هذا مخالف لهذا مخالف لهذا ويضعون وهو يقول أوكي يقول لا لكن لا يسب ذلك يسب هؤلاء لأنه ما يرى المشكلة لا من هؤلاء وضعوا مخالفة علي سجنوني وهذا رجل عظيم لقد أعطاني الشيء الفلاني الوظيفة الفلانية أنت تنظر لمن هم فاعلين لكن بالأمر هم فاعلين لكن بالأمر لذلك الأفعال التي تراها منك وإليك هي أفعال الله من يريدون ويبحثون عن أسماء الله قبل الإسم وصف الفعل إن لم تؤمن بالفعل لن تحصل على الأسماء ولو كررتها كرر هذا 129 مرة للشيء الفلاني وكذا وإذا حصلت وإذا حصلت ليس معنا ذلك حصلت على الإسم بعد الموت تعرف عندك أسماء اللهم اللي يفوزون اللي ما عنده أسماء الله هذا يستعمل عبادة لله يستعمل إسم الله لحاجاته ولأغراضه وللشرور هذا مصيبته مصيبة عند الله في مفتاح الأسماء الأفعال مفتاح الصفات الأفعال قبلها أنا أخذ ما نقدر أنت من تمؤمن بأفعال الله ولا بأقدار الله خير وشر من الله من تمؤمن بهذا ما تحصل على أسماء الله الحقيقية كن فيكون كن عندك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك يترفق عندك وحديث الذي يقول ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه تبغى أفضل شيء اللي افترض افترض ما هو أن لا تشرك بالله شيئا شيئا مو صنما حجرا شجرا نجما نارا شيئا تشريك مع الله يفعل لا ما عندي إذن هذا هو هذا الذي افترضه الله أن تكفر بالطغوة وتؤمن بالله رسالة الرسل كلها تؤمن بالله وتكفر بالطغوة تؤمن بالله وما تكفر ما عندك العرور الوثقى هذه إذا موجودة ماذا قال الله الحديث القدسي هذا قال لا يزال عبدي بعد هذه الفريضة لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل النوافل ليس صلي ذكر هذه أقل النوافل كاظمين الغيط العافين عن الناس الله يحب المحسنين الإحسان في المعاملات في الأخلاق ليس الإحسان مرتبة الإحسان ليست في العبادة ولا في الذكر أن تعبد الله كأنك ترى يعني وانت في اختلط في الناس أعبد الله اعرف أن هذا صادر من الله وإني أفعل هذا لله يعمل شر أنا أعمل خير لله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة هو عدو آذي وإنت مسوي معه كويس عند الناس أهبل لكن عند الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ينحمهم بدون نصايح وإرشادات بالفعل يغير العالم المؤمن الذي في مرتبة إحسان أينما تذهب لأسأل به خبيرة يقول لك سبحان الله وإلا الله وإلا لا إله إلا الله وإلا أذكر يا لطيف وإلا أذكر يا كذا كذا حتى تصلح هذا النظام ليس نظام الأنبياء نظام الأنبياء تصلح أحضر النور يخرج الضلغم الذي فيك حقد حسد بغضاء أنانية بعد أرضي كله يخرج أحضر النور بس النور كيف أحضره بأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارة حتى تعلموا ما تقولون خذ الدين بجدية بحب هو بالقوة الله ما في وقت الآن يعني فهم الوقت أنه إذا أذن وقفلوا المسجد بعد خمس دقائق هنا انتهى الوقت فيكره نفسه على أن يكون في هذا الوقت بالضبط وخلاص الوقت عند الله ليس هذا الوقت عند الله هذا كلام لكن الحقيقي وقت الظهر إليه العصر إليه يكون ظل الشيء مثله يبدأ العصر قبلها هذا كل وقت الظهر جئت من شغلي تعبان مرهق والطعام موجود والمؤذن يؤذن وأكره نفسي على الذهاب ونكلها لا إكراها في الدين كله حب في الدين تصلي حبا في الله أريد لقاء الله رقاء الله فرض إيش معنى فرض فرض عليك الصوت الخمس مثل واحد فرض عليك أنك تجيني ملياردير مثلا نحن نحب هذه الأشياء ملياردير محاكم حبك قال فلان أنا لازم تجيني لازم لازم فرض يعني تجيني في الأسبوع مرة يوم الثلاثاء الأربع عام واحد يقول أنا هذا يوم إجازة عندي كتب عليك الصيام هذا لقاء مع الله لا تقربوا الصلاة عن دون سكر حتى تعلموا ما تقولون يعني حتى تكون أنت تتكلم معنا ضبط نفسك إذن هذا وقت تعبان مرهق نا وقت أنت في نفس الوقت واحد وواحدة واحد من الكسالة صحابة اثنين والبنية كلهم شباب والبنية متشددة في الدين ماشية كذا كما علمها والدها تزوجوا أول ما تزوجوا طبعا مختلفة هذا فين وهذا فين في الدين هذا الكلام في الدين يعني متشدد مرة واحد يعني الولد هناك على الطول يذهبون إلى رسول الله في أي شيء يسكلمون ما في أب وأم أو رسول الله أنا بغفهم هذا الوضع اللي أنا في يعني أنا بغفهم الله والأخرة وهذا الولد ليس أحب لي من الله شفت كلهم الاثنين فذهبت إلى رسول الله قالت يا رسول الله هذه قصة صفوان بالمعطل اقرأ موجودة في الصحاح وفي السنن لكن فالمهم ذهبت إلي وقالت يا رسول الله وجدت صفوان موجود عند الرسول الله قالت يا رب رسول الله هذا صفوان يمنع لي أن أصوم يفطرني إذا صمت يفهم يعني يفهم ليش يفطرني يعني يريد زوجته وعروسه وعريسه هي بتصوم الاثنين خميس نوافل الكلام عن النوافل ليس رمضان ويمنعني أن أصلي وهو لا يصلي الفجر إلا أن بعد تطلع الشمس إنسان مفلت يعني كسول ليس حكاية من نحن في الزمن ذا فقال رسول الله ما فيه مع هذا ضد هذا إلا أن يسمع من الطرفين قال ما تقول يا صفوان ليما تفعل كذا قال يا رسول الله أنا زوجها وأريدها وهي لا تلبت تصوم الوقت الطويل تصوم الأيام فقال لا تصوم هذا الأمر جاء لا تصوم إمرأة إلا بإذن زوجها طيب يعني في صف الكسون وقال لماذا يعني ما تصلي إلا إذا الفجر إلا إذا طلعت الشمس قال يا رسول الله نحن أهل بيت أهل رفاهية ننام متعودين يعني ننام ما نصح بدري مثل الناس أثريع شوية وما يحتاجون يروح المزرعة يفعل هناك من كان فيه إلا زرع وتعودنا أن لا نصلي إلا إذا طلعت الشمس تعلم أن لا نفيق إلا إذا طلعت الشمس تعودنا على هذا قال إذا قمت فصلي ما قرشي عليه الماء واضربيه واجلديه قال أمر عام صح لكن الآن هذا أمر خاص فإذن الأمر يتغير حسب الحالة هذه حالته ما كذا قال إذا قمت فصلي ليش صلي بي محبة مو رش الماء هذه اثنين الثالث لماذا تمنعها أن تصلي طبعا ليس الفرض المقصد النوافل تتهجد في الليل وقت طويل والضحى قال يا رسول الله أريدها وأجدها دائما تصلي فمنعها أقول لا تصلي تعالي فصخ البس فقال لا تصلي إمرأة إلا بإذن زوجها ولا تصوم إلا بإذن زوجها هذا يكلم النساء المتشددات ليس كل النساء لو الرجل متشدد هذا الأمر له برضه كذا يفهم الواحد الدين بالطريقة هذه طيب فإذن ديننا دين حب أنت بتتكلم مع الله بتناجي الله بتدعو الله تبغى عندك مشكلة مع الله مع العالم ذي وما تفاهم عندك خوف عندك أي شيء الباب مفتوح تكلم مع ربك لا تتكلم مع إنسان ثاني ماذا أفعل أنا أنا يعني لا أصلي لا أستطيع أصلي في الوقت المعين ويل لك إذا فعلت هكذا رحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند غيره لا رحمة اذهب للرحمة في الدين أطلب ما هو المحرمين ما أحل الله لا الذي يجب لك دليل يقول لك هذه قصة كذا حصت قصة كذا يجوز اسم مسموح ينظر لحالتك ينظر لقانون واحد يطبق على الجميع فلذلك أحبابنا في الله ديننا دين الرحمة نشوف إذا كان نسينا حاجة تكملة الحديث كنت سمعه لا يزال لا ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه افترضته لأني أحبه تعال قابلني افعل الشيء الفناني خذها من باب الحب دين دين حب ليس دين إكراه ولا خوف ولا رعب من الله ولا رعب ولا خوف من غير الله مادام دخلت في الإسلام خلاص ترتيبك آخر خمسين ألف سنة عذاب وجهنم ليس من شأنك هذا للكفار للمشركين لعباد النار للملحدين أما المؤمن بالله عز وجل قال لا يسمعون هؤلاء فئة لا يسمعون حسيسها النور لا يسمعون لها الشيء لا يحزنهم ما في حزن عنده كيف يسمع النار يشوفها ويشاهدها ما يشوف ميدان آخر خمسين ألف سنة مهله لا يحزنهم الفزاء الأكبر ربنا مسميه أكبر جعل فزع أكبر هؤلاء مستثنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة أن أبشروا أن أبشروا هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن وعدناكم غير وعد الآخرين وكله واحد وعد في الرعب في الكذا وفي الذي تغتاب مدري كيف أثدائها معلقة بأثدائها فلانة الذي تفعل الشيء الفلاني وكله على النساء خاصة حتى في الجنة ما في حور عين إلا رغم أنه ربنا قال حور العين المتقين لهم أعناب وخيل ونهار من خمر وأنهار من كذا وحور عين للمين؟ للمتقين الرجال بس وإلا الخمر والعسل وأنهاره للجميع والحور مستثناء فعنا أفاعيل والعذاب جهنم للنساء المشاكل في الآخرة للنساء في الإسراء والمعراج كل المعراج هذا أخبار النساء ماذا حصل لهم واللي يعصي الله معصية بسيطة ويل له ليش الرصاعي سلم ما شاف المشركين ماذا يفعل بهم؟ لا ما شاف الملحدين ماذا يفعل بهم؟ ما شاف عباد النار ماذا يفعل بهم؟ لا ما شاف الرجال الذين فعلوا أشياء؟ لا عجبون عجبون الرحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يجي يقول الذي تفعل هكذا عليها هكذا ولا لا أدري كيف دخل في البرمجة لأنه منسوخ يعني من فترة زمنية محددة فالمؤمن مجان آخر كما قال الله في الحديث القدسي هذا ما تقرب إلي عبدي بأفضل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل في الأخلاق رقم واحد والعبادات حتى أحبه فإذا أحببته حب خاص غير الحب العام فإذا أحببته كنت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه صار عظيم صار عظيم بعظمة ربه مثل ما صار واحد عامة الناس عنده دكتوراه في الاقتصاد انتخب وزير الاقتصاد الآن ماذا عنده اختلف وضعه إمكانياته أول محدودة الآن عنده صراحية التوقيع عنده أموال عنده تجارة عنده الاقتصاد عالميا وكمان يقابل الملك بطرق مختلفة مقابلة فيزيائية أمامه ويجلس معاه في الأسبوع مرة ممكن يتشاور مع الوزراء الآخرين صار عنده لقاءات صار عنده قدرات يقربوا الملك اقترب من الملك صار عنده قدرات خاصة كثيرة من ضمنها يقدر يساعدني أنا راحت قلت له انت بيني وبينك قرابة أنا عندي المشكلة الفرلانية في اختصاصه يسويها ما في اختصاصه قال بخلاص أنا عندي بعد أسبوع من اللقاء راح للقاء هذا قال لوكم كذا أبشر صلحة حال هذا الإنسان شفع فيه هكذا المؤمن غير غير المؤمن غير الإيمانه ضعيف الإيمانه قوي انظر إلى إبراهيم ألقي في النار فكانتبردن وسلاما عليه انظر للغلام الذي في العالم الأخدود قال الملك قصة طويلة تعرفون قال الملك خذوه شرطة ربط وألقوه في البحر فذهبوا به إلى البحر اللهم اكفنيهم بما شئت ما في تحديد انت تصرف أنا عندي رسالة أبغى أبلغ القوم هؤلاء يوصلهم إليك هذا كله في الباطن والله عارفه فهذا أحبه الله كنت سمعه وبصره ويده ولا ينسألني لا أعطي أنه ولا استعاذ بي لا أعيد أنه اللهم اللهم أكفنيهم بمشي تحرك القارب في البحر وسط البحر أقوياء وقعوا ضعيف مقيت مشى على الماء مشى على الماء القارب راح مع رفقاه وذهب إلى نفس المكان إلى القائد طبعاً هذه رقم اثنين رقم واحد أخذوه إلى رأس جبل هاوية شرطة طلعوه وفوق وهو مقيد يدفعونه حتى يتكسر والجبل مأمور يسجد ما في السماوات والأرض لله هو ساجد لله عبادة وسخره الله للمؤمن قال اللهم أكفنيهم بما شئت فتحرك الجبل هم وقعوا وهو لم يقع رجع إلى نفسش الحاكم إلى آخر قصته ما معنى هذا معنى أنت مميز إذا اقتربت أخذت صفات أخذت قوة أخذت قدرات أبدية أنت غير إمكانياتك مختلفة دعائك مختلف كلامك مختلف الماء الماء المؤمن وغير المؤمن اللي إيمان وضعيف عنده ثقافة عالية بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله يقرأه مثل ما هي إيمان ضعيف وهذا قال بسم الله الماء تتغير مواصفاته مثل الجبل الذي دمر الشرطة ولم يفعل شيء له هو الماء نفس الشيء تكون في مواصفات يشرب غير الحمد لله بسم الله بسم الله من القلب غير بسم الله من اللفظ من العادة بسم الله الماء مواصفاته تختلف الرسول عليه السلام قال كان أهنأ وأمرأ سيدنا خالد في المعركة قابله قائد الروم قال يا خالد خرج من الصف تعالي يا خالد خرج من الصف والتقي القائدين قال اسمع إن صدقت أنا أسلم هذا معي سم سريع نحن نعرفه وصنعناه لو شربته لم يصبك أي شيء أعرف أنني دينة حق لأني أعرف هذا السم مدمر فأنا أدخل الإسلام إذن لقاء بين اثنين واحد متصل متصل مو كذا لا متصل بأقرب إليه من حبل الوريد أخذ وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رمى القارورة فارغة انتظر هذا هو يعرف دقيقة دقيقتين أنا أعرف ما في شيء قال كيف أفعل إذا أردت أسلم قال تعال معي وأخذه إلى داخل الجيش اغتسل ركعتين اغتسل وصل به ركعتين تشهد وأخذه وصار مع الصحابة وقتل دخلوا الجنة هذا بسم الله الذي لا أضرر كلنا ما قولها لكن حصل أول شيء القاعدة الأساسية الصلاة عمود الدين قاعدتها ما هي ما العمود لا يرسخ في الماء لا يرسخ في الرمل لا يرسخ في العواصف الدين كله مهزوز لازم قاعدة أساسية له العروة الوثقة فمن يكفر بالطغوة ويؤمن بالله وقد استمسك من فهم هذه وقال لازم أتقنها من هو أول شيء يقدم من كفره بغير الله بعدين يحط آمن لا إله إلا الله هو في الداخل يتخلى لازم تتخلى لازم تفرغ الظلام ويدخل النور إذا أنت متمسك بالظلام تظنه نور هو ظلام لا يفيدك شيء لا يفيدك شيء لازم لا إله أخرج كل شيء اسمح بالخروج اسمح بالنور إذا جاء أن يخرج هو الظلام النور حقيقة الدينك النور حقيقة حبك لله وتعظيمك لله وعدم حبك وتعظيمك لغير الله قانون العرور الوثقة لما فلتناها ومسكنا الدين كله لم نستفد شيء ربنا ربنا وعد وعود دعوني أستجب لكم أو مثل هذا الحديث الذي يقول لإن سألني لأعطينه ما في بعدين لأعطينه ولا استعاذ بي لأعيدنه وربنا يجب لك قصص من الذين سألوه فأعطاهم واستعاذوا به فأعاذهم يده التي يبطش بيها الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له في القرآن تأييد لهذا الحديث وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الرسول أخذ حصوة من التراب ورمى بها فما في واحد في الجيش 12 ألف في معركة حنين إلا وصلوا هذا الغبار في وجهه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال عن الصحابة الذين يقتلون في معركة بدر وما قتلتم ولكن الله قتلهم من الفعال نحن قتلنا بالله إذن نحن لم نقتل ما رميت إذ رميت هو رمى بالله إذن هو ما رمى الأسباب ليست الله وليست غير الله مستقلة ند لله تفعل شيء لا تفعل إذن ليست الله وليست غير الله ند إذن المسألة ما هي يفهمها آه البعد الرب ويعرفونها حقا هذاك يبغى تفسير لها ما يفهم تفسير ما يفهمه إفتح بحث في النت في جوجل ها لا ينس ألني لا أعطي أنه كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تفسير غلط هذا مستوى لا يخضى على العقل إذا وصلت إليه مثلا مثلا خلينا نخذ واحد في كلية الفيزياء ما يستطيع يشرح لواحد في المرحلة الأولى من الدراسة أو الثانية فيزياء وهو لما يشوف المعادلات إيش هذا المعقد قال هذا لما تكمل تكمل توصل تفهم قبل ذلك لا مستوى هذا مستوى يعني علم لابد خلفيات له كثير كذلك الإيمان له خلفيات اللي هي التخلي الكفر بغير الله إذا هذا الباب غير موجود العرور المثقاء الضياء الصلاة في الخشوة يكون عندك شيء اسمه مع العرور الوثقاء مرافق شيء اسمه الصلاة الدائمة غير الصلاة الموقوتة هذه لا يوجد في القلب غير الله لأنه ما في تعظيم لغير الله ولا حب ولا خوف ولا رجاء فإذن الصلاة دائمة لما أجي يقول الله أكبر أنا متصل كيف أتصل بالإبن بالزوجة بالولد بالسيارة بالمشكلة لا تأتي أمامي هذه الصور وهذه الأفكار العرور الوثقة نظفت لمن تسلم لها ثقافة ممكن أنت تقول صح غير الله لا ينفع لا يضر الذي مسك الإيمان الصح وتحقق عنده المعجزات التي يسمونها معجزات هي مثل الماء مثل الهواء موجودة في حياته ولا يستغربها تأتي مشكلة يجعل له الله مخرج هذا وعد من الله إذن أفرح وقول لا هذا حقيقة هذا أنا لا شيء أنا عبد الله والله هو يفعل هذا الشيء يرزقني من حيث لا يحتسب أنا جاء فلوس ما يقول هذا الكلام في ناس مشوا بالسيارات مشاوير موجود للعلم موجود هذا في النت إذا بحث بحث صح تصل إليه غير معلن يعني ما في إعلام يقول هذا الكلام ولا يكرر ولا شيء لا لكن قصة مذكورة في واحد دكتور كبير علشان تكتبون في النت في العلوم البحار القارب الذي هم فيه تكسر واختفى عنهم وفي الظلام الدامس طلبته الذين معه يدربهم كل واحد ذهب في الجهة لا يدرون أينهم ولا يسمعون أصوات بعض ثم وجدت في تلك الليلة من شدة الظلام وشدة وساوس الصدر وساوس كثير أنت تقول الله والآخرة يا رب يا ربي هو يستغيث من الله ولكن ما فيه جواب تعب من السباحة ماذا يفعل يا رب يا رب يا رب والشيطان يشتغل 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 معاه في البحر يشتغل في ذهنه وفي صدره أنت خرافات هذا الكلام هذا كلام دراسة تعلمت ما فيه أنت هالك غارقان دانمير ما حد يسمع صوتك وساوس قوية جدا وهو مستمر يقرأ آية الكرسي ما فيه جواب ما فيه صدى يعني طمأنين راح ما فيه الله جعل هذه فترة التدريب له أحيانا المصائب لتغيير الاتجاه كف قوي حتى تمشي هذا صح بعض الناس حتى القوي ما يمشي ولا لذيقنهم العذاب الأدنى العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم الهدف يرجى فهذا فرأى دمحا عن بعد هكذا الزعانف تبع سمك القرش جاءت الوساوس أنت هالك جاءك سمك القرش فمتجه عليه سمك القرش هو عنده معلومات البحار هذه أنه يعني يضرب على الأنف هذا فمه تحت وهذا فهو يذهب هذا حتى لا يتجه بالفم فلما فلما جاء أردت أن أضرب فإذا به يأتي إلى كتفه ويضربه هو هو الأرقش والقرش ضربه هكذا جاءني فورا تنبيه شوف الرحمة جاءت القلب هذا قال امسك بالزعنف مسك الزعنف العلوية هذه وسحبه إلى أن أوصله إلى الشاطئ بعد ذلك البوليسي أبحث عنه ثم وجدوه قصص كثير في ناس مشوا مسافات طويل لا يوجد محطة بنزين والبنزين مئة في المئة لا يمشي إلى مسافة قصيرة بالله حصاب فنحن نريد الانتقاء من مستوى إلى مستوى وإلا الإيمان هو هذا ترتيبه هو هذا ترتيبه ما علمونا ليس معنا ذلك أن هذا علم غلط وتأخذه من آخرين أخذه من كتاب الله انظر لماذا فعلوا وماذا فكر في آيات للي يتفكرون واللي روبوتيون يريدون نسخة لازم أفهم منها ويقول لي هذا هو حر لأن النسخة هذه فيه نسخ مرادفة كثيرة من هذا ولا هذا ولا هذا متناحرين وكلهم مسلمين الإسلام لا يدعو إلى هذا مدام في خلاف ابتعد لا تتعصب لواحد ضد الآخر إلا إذا في أمر من الله له صريح في القرآن استثنى سمى جماعة معينة ووفئة ما في شيء اسمه جماعة اسمها الفرقة الناجية هم قالوا عن أنفسهم أيضا قالوا الآخرين عن أنفسهم أيضا قالوا الآخرين عن أنفسهم ما فيه هذه اختراعات البشر لكن الحقيقة موجود في هؤلاء الناس نقول ألف وهؤلاء ألف وهؤلاء ألف موجود فيهم أشخاص من الفرقة الناجية وموجود هنا أشخاص لكن بكت هذا كله من قال فلذلك يا حبابنا في الله الإيمان غريب دور له واجتهد النفس لقد جئتمون أنفسرادا كما خلقناكم أول مرة فخذ من النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحب والتعظيم الحب هو مصدر صفاتك مصدر واقعك اللي أنت فيه العايش هو أنت ميلانك موجود عندك بغضاء ونفرة من خلق موجود البغضاء في حياتك عندك غضب شديد على الكذابين سيكون في حياتك مثلا هذا مثال يعني موجود فيديوهات في هذا الكلام فنحن هنا نشر الإيمان الجانب الآخر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن نفس الشيء أكثر من خمسة وسبعين في المية كلام عن الإيمان اقرأ القرآن شوفوا السورة المكية لا يوجد أوامر نواهي أوامر نواهي وآداب وأخلاق والإرث وما الإرث هذا كله خمسة وعشرين في المية من القرآن وأيضا من الحديث وأيضا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحن جعلنا لخمسة وعشرين في المية أو مو خمسة وعشرين إثنا عشر في المية النصف اللي هي أوامر باقي آداب وإرث ومواريث وهذه الأشياء هذه جعلناها خمسة وتسعين في المية وخمسة في المية الإيمان العرور والوثقة أعطيناها خمسة في المية وأيضا مشوشة كيف التشويش كتب ضخمة عن العقيدة كتب ضخمة وبعدين ليس كتب كل الإسلام لا كتب ضدها مسلمين آخرين وكتب ضد مسلمين آخرين العقيدة الفلانية العقيدة الفلانية العقيدة الفلانية عقيدة هذا كله أنت قل أنت أصدر الحكم إذا قرأت القرآن أنت أصدر الحكم كيف ربنا يعني في القرآن يذكر لنا الإرث يأخذ سدس يأخذ ثمن مال تركه ميت فيوزعه الله علينا اهتم بهذا ولا يذكر لنا الشيء الذي قال الله عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك يوضحه ولا يوضح لنا الشرك الذي يدمر 75% على الأقل في أكثر كله عن هذا لماذا نؤلف هذا باب مشكلة خذ من القرآن تجد الإيمان الحقيقي الذي يوصلك أعلى المواصل افتح قلبك للدخول النور وخروج الظلمات المتراكمة من آلاف من مئات السنين تجد النور يأتيك وتجد في حياتك هذا العلامة العلامة ما هي علامة تجد الوعد يتحق ادعوني أستجب لكم لإن سألني لأعطينه ولن استعاذ بي لأعيدنه تجد يجعل لك مخرجة بدون دعاء هذا وعد 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 أنت متقي يجعل لك مخرجة ويرزقك هذا كمان مهم جدا هذه علامة الظاهرة عيانا ايش تبغى تحدي أكثر من كذا ما في مؤجل بعدين في الآخر تدخل الجنة لا يقول لك في الدنيا أنا أجعل لك مخرج ويرزقك من حيث واتهتز يجعل له من أمره يسرى عدم الخوف والحزن إذا موجود عكس هذه الأشياء وأنت عندك التدين اعرف تدينك غلط تدينك غلط مهم ما طلعت لأن الله وعد هل الوعد هذا الدنيوي كيف تثق بالوعد الأخرى وإنك تدخل الجنة شوف الوعد الدنيوي اللي الله أعطاه قل لك في الدنيا فيه كذا 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 ما هي في حياتي يعني مسألة فيها تفكر يبقى لا ما هي في حياتي إذن أنا عندي مشكلة رسالة عدم وجودها رسالة مش الله غاضب عليك ما يجعل لك مخرجة لا يجعل مخرجة لكن راجع راجع لا تيأس تقول الله خلاص لا يفعل لا اليأس دليل على أنك أنت متمسك بالظلمات التي تظن أنها نور وهذا لا يأتي الشفاء لا يأتي العلاج لا يأتي الإيمان لا يأتي الانتقال للبعد العلوي السامي الذي فيه الأنبياء والمؤمنين والذي فيه الكرمات التي يقولون كرمات ومعجزات وهي آيات وبراهين إني أنا معك أرزقك من حيث لا تعتسب أجعلك من أمرك يسرى أشيل الخوف منك يكون الأمان أنا موجود أقرب إليك من حبل وريد قوة عظمى لديك متى ما كفرت بغير الله اسمح للظلام يرحل اسمح لأقدار الله تحل فيك الجميلة إيوه المؤمن أقداره كلها جميلة اسمح أن تحل فيك مو تتمسك بفلان تتمسك بفلانة تتمسك بال اجعل التدفق يكون في حياتك هو القدر أصلا اسمح بالتدفق تؤمن بالقدر خير هو شر وتقول مو شر خير اللي حصل شر يكرهه الناس لا حصل من الله الرحيم إذن هو خير هذا مو ثقافة قلبيا يكون هكذا ليس ايش تسمونه تصنع انت بينك من الله تصنع من يستعفف مو عفف يستعفف يعفوه الله من يستغني يغنه الله تحصل الحقائق بعد التصنع وإنه وهذا هو الصح يحاكق الله انت بينك و بين الله خلي الصدق كامل حط أولوياتك لأولويات المؤمنين وتنتقل تنتقل ربنا سهل كما أنه في كورس للتعلم الخياطة ويدفع من مال أو مجانا كورس كيف تكون يعني تاجر في كورس الإيمان خل مجان خذوا جد أظهر الجدية لله المعلم ليس أنا ليس هذا ليس هذا المعلم هو الله في طريق الله المعلم هو الله يتقوا الله ويعلمكم كيف يعلمكم هذا الشغل انت سوي التقوى بس وتشوف أن الله يعلمك يفهمك يرقيك يميزك يعطيك ينورك يجعل رسله يأتوك غرابا بعث غرابا هذا من رسله أنبياء رسله رؤيات رسله أحداث رسله تبدأ علاقة قوية علاقة قلبية لا دخل العقل العقل فيها العقل هذا نقول له برا اجعل العقل دائما متشبث بالأحداث طورنا متشبث بالأحداث مثلا عندك مشكلة أول ما تدخل الصلاة يجيب لك المشكلة أنت أنت إيش تسوي لا تستطيع تسيطر ليش لأنك أنت ضعيف قوي الإيمان يصير قوة كيف تقوي في التركيز تصنع 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 مثلا عندي في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في الأشياء كما في الكورس كورس عندنا ستة أشياء تجعل عندك عشرة في المية نور تسعين في المية ظلام أول كنت مية في المية قل الحمد لله في عشرة لا تغضب لا تقول لماذا هذه الوساوس تأتي لا قليلا قليلا تتغير مثال عندي لوحة أرسمها عندي طبخ أعملها طبخة عندي فيلم عن الحيوان عن الكورة أشاهده وفي أطفال يلعبون إذا أنا انشغل ذهني بالأيا ولده سكت كيف فرر كذا صرت لا ولا هنا واحد ثاني ذكي شوية يخلي تركيزه رايح هناك وهذا موجود إسعاج إسعاج موجود تركيزه في لعب الكورة مثلا أو في لوحة هذه أرجع مرة ثانية وأتشتت شوي شوي لين يصير التركيز منصب على ما أنت فيه طبخ لوحة مشاهدة بعدين يغيب هذا الشيء يغيب الإسعاج موجود وأنتم تشاهدون أكون أنا الولد يلعب لعبة وتنادي أمي يا ولد يا ولد لا يسمع حتى آه آه ما انتبهت ما انتبهت ليش الصوت لا يدخل الأذن ليش انسجام كامل هنا انسجام في اللوحة حتى يأتي واحد يقول ليش الأكل حضر أو في واحد يطرق الباب اذهب افتح طرق الباب عدة مرات لا أدري انت ركز واجعل خلفية أي شيء يجعله في الخلفية عندك مشكلة يجعلها في الخلفية قل هذه جاءت من الله أتى بها الله أتى بها خير هو يحلها ركز تمرص ب10% 90% فكر في المشكلة بعدين كل يوم خمسة مرات عندك إذا ما انت متفق مع الصلاة لا بأس خليها بالأخير انهم ركز على العر والوثقة انت توجه إلى الله تسبيح ذكر تلاوة كتاب الله غيب ربنا قال لك إذا قرأ القرآن فاستمعوا للقرآن وأنصت وركز هذا انك انت تجعل اللوحة أهم من الكلب الذي ينبح ولا الأطفال الذين يزعجون القرآن أهم واجعل هذا في الخلفية المشكلة خلفية ما خلاص هو يحلها وإذا نبت لي حل انظر هذا يقول حلها كذا ولا تهلأ ولا تموت قل له خلاص عند الله أسكت تعلم تسكت وتجعله دردشته وسوسته خلفية تمرين تريد الله والدان الأخر تمر اتعب كورس كورس حتى تتغير طيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لماذا أتكلم بالبطء حتى أتأكد أنه يعني ما نسيت شيء لأن أحيانا أنسى فإذا عندنا أيها منطلق لفظك إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع سمي شيء من الأرض من القلب من التركيز والحضور تمرن بسم الله تشرب تمرن في الشرب بسم الله تأكل طالع في الأكل وقل بسم الله هذا مريض بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الشافية اقرأ وإنت تنظر له وإنت تركز إن الشفاء جاي له مو بالغافلة بسم الله الرحمن الرحيم عمد الله يا رب العالم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كناب ودوك استعين اهدر الصلاة المستقيم الصلاة الذين لم تعلهم غيرهم غيرهم وعليهم والضالين آمين خلاص يشفيك الله ما فيه تركيز وتمرين إن تمرن نفسك والله يعلمك وخليك في بيئة الإيمان إلى أن يسكن الإيمان تمام بعدين كنت سمعه الذي يسمع به بالله كيف سمعه اكتشف بنفسك لا ينفع الوصف كنت بصره الذي يبصر به كيف وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يدك مختلفة كذلك رجله التي يمشي بها رجلك مختلفة تمرين تمرن حتى تصل إلى إخراج غير الله أنه يضر ينفع يعطيه إخراج نفسك أنك أنت تضر أنك تسوي أنك تفعل لا شيء أنت والكون إذن منه الله وحده وحده لا شريك له ولا أنت هذا التوحيد تعطي ليس أنت الذي أعطيت تأخذ ليس أنت أحد آخر أعطاك لذلك كانت سيدة عائشة تطيب التمر تعطرها وتنظفها وتغسلها وتخليها آخر حلاوة تقول خدامة لماذا هذا مسكين تعطي له أي حاجة يغسل وينظف ويأكلها قالت أني أعطيها الله هذه يد مسكين لكن هي تنظر إلى أنها تذهب في مكان آخر ليس في بطن هذا الرجل ولا المرأة هذا مستوى مستوى تستغرب على راحتك تنكر ممكن تنكر ممكن تقول إيش هذا هذا فيه كذا وفيه عاد فيه لست موجود جاهزة يعني فالكلام ودي يعني أنا أطول عادة أحب في البداية أن تكون نصف ساعة كده في بالي إذا طولت نصف ساعة خلاص مختصر وحطينا الرؤوس ولكن ليش؟ لأنه هذا حرقة يعني حرقة تشويش عليه شديد وهو أسهل منه ما فيه لكن من الذي يسلم لله الذي يسلم والذي ليس فيه خلفيات أو فيه فيه خلفيات مو مشكلة ولكن صديقيكم الصديق ما هو قال الله صح قال رسول الله صح يقص الله عليه قصة ألقي في النار فصح هي هذا هذا هو الصح غيره الذي عندي غلط هذا الصديق الصديقية مرتبة عليا ما هي؟ الصديقية أولها التصديق بعدين يوصل للصديقية كيف؟ الصديقية في قفى النبوة إلا أنه لا ينبأ لأن النبي مصدق لله أيها فاضي مثل ما قال قلنا في سيدنا إسماعيل لما قال أبوه أني أرى في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا قال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر صفاء تصديق كامل الصديقية مثلها صداق تصديق كامل لكن لا ينبأ لا هو في قفى النبوة النبوة هذه في قفاها من يعني ريال دولار له وجهين هي في قفى النبوة إلا أنه لا ينبأ إليه أولها صدق من الداخل وكذب القوانين اللي موروثة من الصغر عدى التقاليد أي شيء خذ من كتاب الله مباشر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحابي المعين